الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه كيفية صلاة العيد في البيوت ينواري زمانة 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 الإخوة والأخوات صلاة العيد فيها ركعتين إن شاء الله تعالى بلا أذان ولا إقامة وقتها بعد شروق الشمس إلى الزوال ثم تنتهر وقت النصف غير الزوال بإذن الله تعالى وتيفيتها أن هذه سنين ترتعين أتبرد هذه ترتع تنزواروث سبعة تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تقرض الفاتحة الحمد لله رب العالمين الغاتمين ثم يجن الصورة من القرآن الكريم ثم أترتعذ ثم تترفع من الركوع ثم تتجد مارثين ثم تترغفت تحث واسنين هذه ستين تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تقرض الفاتحة ثم تقرض صورة من القرآن الكريم ثم أترتعذ ثم تترفع من الركوع ثم تسجد مارثاين ثم تييد تحييته تشهد ثم تسجم وهذه نبوش عن الخطبة أواني الصلاة ما كانشي شي خطبة بعد الصلاة يستحب في يوم العيد يعني ذن هانج عيد يستحب يعني الإنسان أذي يدودشا أذي يرضى الرض أوار ناس جديد ثم أذي مش شوي زيطيب أذي شوي قلونية ثم الإنسان أذي يفضل شوي تتزيش أذي شوي نتحب أنتيني سأل الله هذي كبر العمال أذي زوني كبر الصيام أذي كبر القيام إن شاء الله تعالى هذه كيفية صلاة العيد باختصار سأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة عواما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله تعالى سأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب وارضاه والسلام عليكم ورحمة الله